بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهنئكم بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمني والبركات في البداية يشرفني الإشادة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وشعوره بالفخر والاعتزاز بأبنائه وبناته العاملين في مختلف القطاعات الذين تصدوا لهذه الجائحة بقوة والثبات وإخلاص خلال أشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة والآن وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حال الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجل الاقتصادية وحقيقة إن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة تعليق الحضور واستمر تقديم الخدمات عن بعد وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد ونحن فخورين بما قام به منسوب القطاع العام خلال هذه الفترة من تحمل للمسؤولية وسوف ندعم ونشجع هذه المكاسب وسوف تكون عودة موظفي القطاع العام يوم الأحد الموافق ثمانية شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل في تاريخ 22 شوال وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم ولضمان الإنسيابية في الحضور والإنصراف قررنا تطبيق نظام حضور وإنصراف مرن لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل بحول الله فيما يخص القطاع الخاص شهدت الفترة الماضية لعودة تدريجية لأنشطته وكانت مقننة لأسباب وقائية إلا أن مردودها كان إيجابي وواضح الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين بما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها إلا أن الموازنة بين متطلبات الوقاية الصحية واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة وهذا يعتمد على وعينا جميعاً وإدراكنا للمسؤولية وبذلك سوف نحافظ بحول الله على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية هنا أؤكد أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية فالوعي بأسباب السلامة بعد توفيق الله ما زال مطلب أساسي لحماية المواطنين والمقيمين لذا أوصيكم جميعاً بالإطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه والتي عملت عليها وزارة الصحة ومشاركة جميع الجهات المشرفة على القطاع والانتزام بها فالإجراءات قد تختلف من قطاع إلى آخر ختاماً لا يسعني لأن أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله على رعايتهم ودعمهم اللامحدود خلال الفترة الماضية والذي ساهم بلا شك في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة وبهممكم سنعبر هذه المرحلة حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا وكفان الله وإياكم الشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته